كشفت دائرة بيئة السليمانية عن النشاطات التي قامت بتنفيذها خلال عام 2023 والتي كانت تشتمل على محاور عديدة تهدف إلى تحسين البيئة وإصلاحها مؤكدة أن واردات صندوق البيئة في السليمانية تجاوزت 60 مليون دينار وأكد مدير دائرة بيئة السليمانية ديار شيخ غريب في مؤتمر صحفية أن العام الماضي شهد منح أكثر من ألف إجازة لمشاريع مختلفة أما فيما يخص المساحات الخضراء أوضح أنه تم تجير نحو 800 ألف متر مربع تقريبا إضافة إلى الجزرات المرتبطة بالشوارع وعن عائدات صندوق البيئة بيّن شيخ غريب أنها بلغت 61 مليون و131 ألف وأربعمائة دينار